عقدت المعارضة السورية المسلحة هدنة مع النظام السوري في حي الوعب مدينة حمص تكون على ثلاث مراحل وتبدأ اليوم السبت وقالت مصادر من المعارضة إن الهدنة تمت برعاية الأمم المتحدة وتقضي خلال قسمها الأول بوقف إطلاق النار وخروج من يريد من العوائل والمسلحين بأسلحتهم ودخول المساعدات إلى الحي أما المرحلة الثانية فتقضي بإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام وعودة النازحين إلى الحي وفي المرحلة الثالثة خروج من يرغب إلى شمالي سوريا وتسليم السلاح الثقيل إلى قوات النظام